اشتركوا في القناة اليوم رح نديكم بالتحويسة نديرو زيارة مريض عند خلتي سمية هاد الانسانة جارت عجوستي في الخميس يعني في بجايا مسكينا مريضة نروح نطلو عليها ونسقسو عليها ان شاء الله ربيش فيها ويعافيها يا رب العالمين هنا في طريقي الخميس يعني اللي بجايا هكذا باش نروح عند عجوستي ولوستي ونروحوا معا بعد عند خلتي سمية وفي الاخير الفيديو رح تشوفوا شكون طيب للعشاء ابقوا معنا حتى اخر الفيديو لبنات مطراتي وش هكذا وتشوفوا كامل الفيديو ان شاء الله لبنات ابقوا معنا هنالبنات مبعد ما وصلت دار خلتي سمية وصبنا يعني وشتتكوه كلش مارجري مسكينا راهي مريضة ودارت لنا حوايج شابين وملح دارت الكعك النقاش اللي لازم يكون في طويلة اللي بجاوية ودارت المعجون تحت الفاح ودارت هاد الهليلات تاع الشوكولة ودارت الغريبية وحطت يعني الطابلة تاع القهوة التاحة وحطت الخفاف لبنات دارت لحد الخفاف هاي بالبزاف يعني بطريقة سهلة شربنا بيه القهوة وكيما قلت لكم هاد الوصفة تاع الخفاف عطتها لي يعني بطريقة جيد سهلة ما فيهاش بزاف الصعوبات ان شاء الله رايح نجربو ان شاء الله والانجح معايا رايح ندلكم فيديو عليه ان شاء الله حبيباتي بالصح البنات عندي طلب ليكم حبيت برك تدعو لها الخلطي سميه بشفاء العجل هي مسكينة راح تدارت الوبيغاسيون من بعد ما انجح لهاش من بعد من ال 15 يوم راح اتعاود الوبيغاسيون ديلها يعني غضتني مسكينة ان شاء الله البنات تدعو لها بشفاء العجل دعوة الغريب مستجابة ربيشة فيها ويعفيها يا رب العالمين كما قلت لكم البنات مارغيري هي مريضة دارت لنا الطابلة ولا ارواح دارت زوج انواع تاع المعجون تاع تشينا البراج والمعجون تاع تفاح هاداك الصغير يعني اه ودارت ثاني لي قاتوا هادو كما قلت لكم الغريبية وتشارك هادا تاع الشوكولة ودارت الكعك النقاش وتانيت دارت الخفاف الخفاف بطريقة كما قلت لكم سهلة رايحة من بعد نجربها معاكم كما قامت لكم نضع الملح نضع الماء نضع الماء نضع الماء تضع الماء الوصفة على الخفاف البنات راهي قلت لكم خلتي سميه مباشرة في الفيديو باللهجة اللي بجاوية التعنات عبجايا يعني في الحقيقة خلتي سميه عاسمية ولات كلمة العاسمي تتهدرها مليح ولات كلمة بجاوي تاني تهدرها مليح وتعرف مام القبيلية هاكذا البنات بعد ما شربنا قهفتنا كما راكم شايفين هنا ضقت هاد المعجون تعتفاح جا بزاف بزاف بنين البنات المعجون هيدا ولا ارواح دخلت لك خلف كيلو وش حل خلف كيلو أه اه اه ايه ايهه با أه با هو رائح انت وقتل سوء سوء معدق 12 كيلو نظور غرف فهذا يجب 12 كيلو في حلاؤ 10 كيلو بالنسبة للمعجون من البيتجينة و المعجون من البراج هذا المعجون عنده ذوق خاص يعني اول مرة نذوق المعجون تاع البراج انا اسبق و درت معاكم المعجون تاع البراج تاع تشينا بالصح بالذوق هذا ما زال ما دقتوش دقتو عند خلتي سامية و جبت لكم المكون اللي درتو داخل هاد المعجون من بعد رايحة نديره لكم فيديو ان شاء الله هنا البنات من بعد ما خرجت من البيت خلتي سامية نروح نولي البيتي رايحة نتلقى ان شاء الله البنات في بيتي ان شاء الله هنا من بعد ما وصلت للبيت البنات صبت راجلي وولدي يديروا في تحضيرات العشاء يعني فرحوني والله العادم فرحوني ونحاولي شوية لعية كنت عيانة كي ما على بلكم درت زيارة كي نخرجوا يعني نعية وشوية من بعد كي وليت هنا صبت راجلي يدير في هاد اللحم المفروم يعني شوفوا الطريقة كيفاش يديرها دها على طريقة المطاعم يعني يدير كي القيس واحد جبد في نجال صغير هادو كتا القهوة ويعمرهم باللحم المفروم يعني ماشي يعمرهم مليح من بعد يحطهم في التبصي هاكذا بشي من بعد رايحة يقليهم وغسلتاني لسالات وقطرها كي ما راكم شايفين هادا يعني تحضيرات ليدر في هاد الوقت من بعد كي وصلت صبته يعني يدير في التحضيرات وبديت نصور فيه اه وجاني يعني الفيديو خفيف ضريف ما رانيش ندير في العشاء وفي نفس الوقت نصور يعني ماشي كيف كيف كيت تديري العشاء وتصوري في نفس الوقت وهنا وليدي ربي خليهولي راه يقشر في الباتاتا ويعاون في بابه اهنا راه يقطع في الطماتيش والبصل يعني يدير ليساندويتش خفاف الظرف اه يعني يبدلو شوية اه راجغي يعني يحب هادو الوقت يديرهم يعني سهلين يحب تاني يشوي هادا واش يعرف يعرف يدير غير ليساندويتش وشوية كي نكون عندنا يعني اه يعني عرضة تاع شوية هو ليشوي لنا يشوي لنا الفلفل والحام يعني هاد يحبهم هاكذا حتى يكمل كامل التحضيرات باش بدا يعني اه يطيب في الحام وهادو كامل والبطاطا المقلية وكامل هداو كامل وجدهم هادو تحضيرات المسبقة وجدهم كامل كامل اضعهم في جه من بعد باش ولا يتيب في الحم التعناه كما لكم شايفين هنا كما قلت لكم دار هادو ليبول باش كل واحد ياكل حقو سوا سوا يعني ما كانش زيادة في الميزان دار على طريقة المطاعم قلي هكذا ليتيبو في المطاعم ودار سنيوة لبنات فوق الكوزينيا دار سنيوة هكذا باش يخلط البيت مع الافيونداشي الافيونداشي دار غير الملح برك ما دار والو والبيت هاد هي وراح يقلب فيه يعني كل ساندويتش دار زوج ليبول تاع اللحم مفروم هكذا البنات يعني طيب كامل ليبول تاع اللحم بالبيت كل واحد يعني وش يحب كان لي ما يحبوش البيت كما بناتي ما حبوش البيت ما دار لهمش يعني هاد اللحم خلاه في الأخر خلاص اللي في خيط يعني طيبهم وخلاهم بيجيه بقا غير اللحم في الأخير بدا يطيب فيه باش يحطوا في الاندويتش التاعنا وياكلوه هكذاك سخونين اه بس حول هنا دار دارنا عينا عشاء خفيف ضريف اه رحي كتر خيرون حالي شوية التعب وربي خليه ان شاء الله ويخليلي وليدي تاني عاونو اه يعني في البطاطا حتى هنا البنات خلاص شغل ديالهم بالصح جا شغل ديالنا يعني هاد روتين ليلي حتى العشرة تاع الليل باش كملت نقاط تاع الكوزينة شوفو حالتها حالة شوفو البنات يعني كل حاجة حطوها كل حاجة خرجوها من الموعن اه مي معليش المهم بعد ما تعشيت وتعشينا كامل اه نقيت كامل كوزينتي كي مراكم شايفين هادو كامل نحيتهم اغسلت الموعن وغسلت الكوزينيار وانظفت كامل كوزينتي قبل ما نبدأ يعني اه قبل ما نروح نرقدو اه كي ما قلت لكم اه يعني اه انا دايما الكوزينة ديالي ما ما نخليهاش يعني اه اه موسخة انا بكري يعني اه ساعات كي نكون عيانة ولا تعبانة نديرهم فلوفية هكذا الداخل ونخليهم يعني لغضوة صباح باش نغسلهم بصحك واحد يعني كي شفت واحد الفيلم القصير هكذا شفته يعني خوفني اه قالوا لك اه ولاد يعني ولاحتيتي اللي موعن توعك اه يعني موسخين في الكوزينة في الليل يعني ما تغسليهمش في الليل يعني هادوك الشياطين هادوك الصغار يروحوا يكلوا اه في الطباسة توعيك ويكلوا انا شفت هاد الفيديو القصير بالتمثيل يعني يداروا تمثيل خوفني صراحة البنات يعني صدقتهم ما على باليش وعلاش انا ما جيني يعني راهم جايين يكلوا في طباسة توعيه والكيسين ديو ليه ما حبيتش يعني كل يوم نغسل الموعن التوعيه ونخليهم يعني ما منكون تعبانة ولا مريضة لازم نغسلهم اه ونحي الطاقة السلبية اه في بيتي اه هادي هي البنات اه بعد ما اغسلت كامل الموعن التوعيه وننظفت كامل البوتاجي ديالي اه يعني نقيتهم مليح مليح بطبع وشان هاك دا خليت كوزينتي اه شابة ونقية ونقية غضوة من ذاك النود ندل قهوتي اه يعني اه تخونكيل وندل قهوتي بفنقة موسيقى موسيقى هادي هي البنات كوزينتي بعد ما نقيتها وكامل وجوزت غير بالبالي هاك دا بعد غضوة من ذاك رايحة نفرز هادوك الموعن نغسلتهم ونعاود نسيق الكوزينة تاعي صباح ما حبيتش نسيقها في الليل هاك دا البنات ونروح نرقد مهنية وخليت كوزينتي شابة ونقية اه ان شاء الله الفيديو البنات ستاع اليوم يعجبكم ان شاء الله يكون محفز وينحي لكم الكسل مليح الواحد يغسل الموعن تعو في الليل هاك دا باش تنحي لكم الطاقة السلبية في البيت ما بقى ليغين قلكم ما تنسونيش في اللايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة